ويقول أيضا رياض محرز في تغريدته التي سوف نشاهدها بعد قليل مع الزملاء هو أنه هذه هي التغريدة المنشورة عبر صفحة محرز على الفيسبوك قال بأنني قرأت الكثير من الرسائل السلبية وهذا ما يظهر أن كرة القدم تسير بسرعة كبيرة في تجاهين واش معنتها؟ معنتها الجمهور يسفق لك رياض محرز اللي قالوا لحطها في القول يا محرز هو رياض محرز اللي ضيع ضربة الجزاء أمام كود ديفوار بس صح رياض محرز حطها في القول يرفع على الأكتف ورياض محرز اللي ضيع ضربة الجزاء أمام كود ديفوار ماشي مليح وماشي ناس مليح طيب هذا فيه نوع من اللوم ولكن أيضا هناك حاجة مليحة هو أنه لم يقدم أعذارا لا مانخ ولا رطوبة ولا جابومة ولا الملعب ولا الكاميرون ولا ايتو قال بأنه ما كناش في مستوانة ونظن بأنه حتى أهل اختصاص اللي راهم يتبعوا كأس أمم إفريقيا يقولوا بأنها ما عدا المقابلات الأخيرة اللي فيها نوع من التوابل تاع الكرة المستديرة الساحرة وفيها بعض المفاجآت أمم إفريقيا في طبعتها هذه أو في نسختها في الكاميرون ليست بالمستوى الفني الكبير وحتى النجوم على شكلة محرز ليسوا بمستواهم شوفوا مثلا محمد صلاح قائد المنتخب المصري يتعرض إلى انتقادات شديدة على أنه لا يلعب بمستواه بين قوسين صلاح اللي قال علينا بالمنتخب الجزائري ظهر ضعيفا في الندوة قبل ماتش كوديفوان ولكن أيضا صديو ماني لاعبين آخرين نجوم نيجيريا أمام نصور قرتاج المنتخب التونسي ولا أحد يبدو في مستواه الجيد لذلك فرياض محرز قال أنه أيضا لم يكن في مستواه وبالتالي لا يجب الاختفاء وراء الأعضار هذا اعتراف محترم يجب أن نبادله باحترام رياض محرز قائد المنتخب الوطني الجمهور الجزائري برغم حزنه وبرغم كل ما حدث من خيبة في هذا الكان يجب أن يبادل قائد المنتخب الوطني بالاحترام على الأقل بسبب الفرحة التي أدخلها لقلوب ملايين الجزائريين والمنتخب الوطني نعودوا نفكروا اللي عجبهم عجبهم ولي ما عجبهم نقولوا لهم مع ليش واسيدي أن الكرة والمنتخب هي اللي تخرج الملايين هي السبب الوحيد اللي تخرج الملايين إلى الشارع احتفالا وابتهاجا